عاجل مصر تحذر إسيوبيا رسميا بسبب سد النهضة منذ قليل ننشر لحضركم التفاصيل وعاجل مركز معلومات تغير المناخ يكشف مدى خطورة إعصار شاهين على مصر وتحرك عاجل من الداخلية المصرية وبيانها من ننشر التفاصيل وتحرك قانوني عاجل بحق اليوتيوب رحمة حسم في قضية الفتاة سما ننشر التفاصيل وأمريكا تختار مصر وتقوم بترشحها لهذه المهمة ننشر أيضا التفاصيل وعاجل وزير الخارجية المصري يتحدث عن العلاقات بين مصر وتركيا في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصل لألف لايك أو أعجبني على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليق بكلمة تحيا مصر عاوزين نوصل أكتر من ألفين تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتو وطنيين فعلا وقدها نبدأ مع بعض التفاصيل والخبر معنا وعاجل مصر تحذر إيثيوبيا رسميا بسبب سد النهضة وحذر وزير الخارجية المصري سامح شكري إيثيوبيا من أن تصرفاتها في إطار قضية سد النهضة الكبير قد تؤدي إلى مزيد من التوتر معتبرا أن رفضها أي اتفاقات ملزمة تحد للمجتمع الدولي وقال شكري في تصريحات على الهاتف على قناة أم بي سي مصر آخر الأحداث مرتبطة بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي وهو إنجاز كبير آتم بعد جهد كبير ليصدر البيان الرئاسي بقيمته المعنوية والمادية للتأثير على المواقف وأضاف هناك اتصالات تتم مع مسؤولي الرئاسة كونغولية في طرح الرؤية لاستئناف المفاوضات وهناك وفد من الكونغو زار مصر وأبدأ عدد من الأفكار وفي انتظار دراستها للرد عليه ومصر على استعداد دائم للانخراط في المفاوضات والهدف هو اتفاق قانوني ملزم ويتم خلال فترة وجيزة كما ذكر في بيان المجلس أن يكون هناك إطار معزز من المراقبين لتقديم الحلول والمقترحات وعن تصريحات المسؤولين الإثيوبيين برفض التوقيع على أي اتفاق ملزم بخصوص سد النهضة قال شكري إنه حديث للاستهلاك المحلي وموجهة للأوضاع الداخلية وتحد للمجتمع الدولي ويبرهن على وجود المرونة لدى مصر كدولة ذات مسؤولية وتلقي الظلال على تصرفات الحكومة الإثيوبية وأوضح أن مصر لا تضع شروطا مسبقة للإنخراط في التفاوض وكانت تؤكد أنها على أتم الاستعداد وحسن النية ولكن بعد فترة طويلة في المفاوضات لنا رؤية واضحة أن المفاوضات لا يمكن أن تكون لا نهائية ونضع ثقتنا في الرئيس الكونغولي في استئناف المفاوضات وأن نعقد اتفاق محدد وواصل إذا كانت لدى الجانب الإثيوبي الرغبة في التواصل الاتفاق فنحن جاهزين تماما وإذا استمر على هذا التعند فلا يؤشر إلى وضع مريح وينبئ بمزيد من التوتر على المستوى الإقليمي وأكمل أكدت في العديد من المرات أن الأمر مرتبط بالحفاظ على احتياجات مصر المائية وشاهدنا في الملء الأول والملء الثاني حتى لو كان وصل للحجم المقرر فإن مصر تتخذ من الإجراءات التي تؤمن احتياجاتها وتستطيع الاستمرار في توفير الحماية المطلوبة لاحتياجاتها بطرق مختلفة المصدر معنا كم من وسائل الإعلام مصرية أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل من تلمع بعض الخبر آخر وعاجل مركز معلومات تغير المناخ يكشف مدى خطورة إعصار شهين على مصر قال رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة في مصر محمد علي فهيم أن مصر بعيدة تماما عن مخاطر الإعصار المداري شهين الذي ضرب السواحل العمانية وأضاف فهيم أن منطقة البحر الأحمر والمتوسط من المناطق التي لا تحدث فيها أعاصير مدمدة وضح أن الأعاصير لها مناطق محددة في العالم وتزيد فرص حدوثها في المحيطات المفتوحة وتحديدا الأطلسي والهادي وأضاف فهيم لصحيفة الوطن أن الأعاصير لها أسماء ومواعيد محددة عالميا وشهين إعصار مداري يتكاون من منطقة المحيط الهندي وينتهي فيه لكن بفعل التغيرات المناخية تغيرت خريطة التقس المعتادة والأحوال الجوية بشكل كبير حيث تغير مصار الإعصار بحجمه وأكد أن الإعصار عبارة عن منطقة ضغط جوي منخفض مع رياح حلزونية تدور عكس عقارب الساعة في النصف الكرة الشمالي كما في أعاصير المحيط الأطلسي وتضرب السواحل الأمريكية وشمال قارة أمريكا الجنوبية وهناك أعاصير تدور تجاه عقارب الساعة في النصف الجنوبي للكرة الأرضية كما في أعاصير المحيط الهندي والهادئ وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عمان أوضحت في وقت سابق أن الإعصار المداري شهين يبعد حوالي 130 كيلو متر من محافظة مصقط على دائرة عد 24.12 درجة شمال وخط طولي 59.13 درجة شرقا المصدر معانا كان من الوطن وارتي أترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر الهم والعاجل انتلمع بعض القبر آخر وتحرك عاجل من الداخلية المصرية وبيانها ننشر التفاصيل الآن استطاع الأمن المصري من كشف أكبر موزع للأقراص المخدرة في القاهرة والقبض عليه بعد التحريات والإجراءات الأمنية في التفاصيل ضبطت مباحث قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة أحد الأشخاص حال تواجده بمغزن كائن أسفل العقر بمحل سكنه بدائرة قسم وبحوزته أكثر من 23 ألف قرص مخدر ومنشطات وأنبولات مخدرة فضلا عن مبالغ مالية وهاتف محمول وبعد التحقيقات والتحريات معه كشف عن خصوله على هذه المضبوطات من المدير المسؤول عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة روض الفرق وبسبب تحريات سرية حول صاحب الصيدلية المتهمة الآخر تم استصدار إذن أن النيابة العمل تفتيش محل عمله وشخصه حيث تم ضبط كمية من الأقراص والأنبولات والأدوية المخدرة لديه وعرض الأمر على قيادات الأمنية التي أمر بسرعة قبض عليه وإعداد مأبولية للقيام بالعملية وبعد القبض عليه اعترف بمزاولته مهنة صيدلي بدون تصريح وبحوزته أقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية العصبية غير مسجدة بوزارة الصحة فضلا عن كونها محظورة تداول داخل مصر هذا وأشارت التحريات إلى أن حيازة الأدوية وقعت بالمخالفة للقانون وأن المتهم يروجها على عملائه لتحقيق أرباحا غير مشروع وتم تحرير محظر بالواقع واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق معهما وأمر بحبسهما لمدة أربعة أيام على زمة التحقيقات المصدر معانا كان من الوطن أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل من تل مع بعض الخبر آخر تحرق قانوني عاجل بحق اليوتيوبر أحمد حسن في قضية الفتاة سما وأمر الجهات التحقيق المصرية الرسمية باستدعاء اليوتيوبر أحمد حسن للتحقيق معه وسمع أقواله بالاتهامات المنسوبة إليهم للطالبة سما محمد زكي بالقضية المعروفة إعلاميا وجاء هذا القرار بعد استماع جهات التحقيق لأقوال المجن عليها سما محمد زكي ولأقوال ضابط تولى فحص الرسائل التي تم تبادلها بين المتهم والشاكية وكانت التحقيقات قد أشرت إلى أن اليوتيوبر عرض على الفتاة اللقاء في فيلا أمامه المصر بالسادس من أكتوبر وإقامت علاقة آثمة نظير إشراكها في فيلم قصير واستمعت النيابة لأقوالها بعد تقدم محاميها أشرف فرحات مؤسس حملة تطهيل المجتمع ببلغ ضد ضحمة حسن مصدر معانا كم من الوطن أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل منتين مع بعض الخبر آخر وأمريكا تختار مصر وتقوم بترشيحها لهذه المهمة وأعلنت الإدارة الأمريكية عن اختيار مصر مرشحة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة السنوي حول تغيرات المناخ في العام القادم وأكد مبعوث الإدارة الأمريكية الخاص بالمناخ جون كيري حسب وكالة رويترز أن مصر قد تم اختيارها بالفعل مرشحة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة السبعة وعشرين حول تغيرات المناخ وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعرب في الشهر الماضي عن اهتمام مصر باستضافة هذا المؤتمر وتنظم دورات المؤتمر الأممي كل عام في بلد جديد يمثل منطقة مختلفة من العالم وفي العام الحالي سينظم المؤتمر في مدينة جلاكسو الإسكتلندية في نوفمبر القادم نصدر معانا كامل رويترز أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل وزير الخارجية المصري يتحدث عن علاقات بين مصر وتركيا أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الجولة الاستكشافية الأخيرة التي عقدت بين مصر وتركيا تناولت العلاقات الثنائية أشار إلى أن هناك قدر من التقدم في العلاقات بين البلدين وأضاف شكري في مدخلة هاتفية مع الإعلام عمر أديب على MBC مصر أن فيه قدر من التقدم في العلاقات مع تركيا ونأمل البناء عليها وأوضح شكري أن الجولة الاستكشافية الثانية مع تركيا تناولت العلاقات الثنائية وقضايا الإقليمية أشار إلى وجود تقييم لأمور ثنائية وإقليمية وتابع الأمر لم يصل بعد للخطوة قادمة إنما هناك قدر من التقدم نأمل أن يتم البناء عليه والاتصالات لا تزال تسير على نفس الوتيرة لما تم في الجولتين الأولى والثانية وأشار شكري إلى أن القاهرة تقيم إلى أي مدى هناك مراعان القواعد التي تحكم العلاقات الثنائية والتزام كل طرف بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدى الطرف الآخر ومبدأ الاحترام والاعتراف بسيادة الدولة وفي إطار المراجعة للسياسات على المستوى الإقليمي بسطة راد الوزير سنفتح الباب لمزيد من التقدم في علاقاتنا مع تركيا عندما نكون راضيين عن الحلول المطروحة للمسائل العالقة بيننا وأكمل سنرصد الأمر ونقيمه وفقا لما تنتهجه أنقرة من سياسات سواء مع مصر أو في إطار سياساتنا الإقليمية في 8 سبتمبر الماضي قالت وزارة الخارجية التركية إن الجولة الثانية من المشاورات الاستكشافية مع مصر أكدت رغبة البلدين في إحراس تقدم في قضايا محل نقاش وتطبيع العلاقات ووفق بيان مشترك لمصر وتركيا عقب الجولة الثانية اتفقت طرفان على مواصلة تلك المشاورات والتأكيد على رغبتهم في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتسيير تطبيع العلاقات بين الجانبي المصدر معنا كان من الأنادول ووسائل إعلام مصرية وقالات MBC مصر وأرتي أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل طبعا مصر حاليا بتقايم العلاقات بينها وبين تركيا إذا كانت تركيا تلتزم بقواعد القانون الدولي واحترام مبدأ السيادة للدولة المصرية وعدم التدخل في الشؤون الدولة المصرية طبعا زي ما حضركم عارفين أن تركيا كانت قد أنشأت بعض قنوات لجماعة الإخوان لبس يعني برامج فضائية تابعة لتنظيم الإخوان ضد دولة المصرية وطبعا الآن تم إيقاف هذه البرامج من قبل الحكومة التركية مع الاتفاق مع مصر وده في بداية ليه يعني علاقات جديدة ومحترمة بين البلدين نتمنى إن شاء الله التوفيق لمصر وأترك ليكم التعليق على هذا الخبر جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة أتمنى أكون خفيفة على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته